السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بمتابعين قناة الأستاذ إذا كان لدينا ثلاثة أعداد A و B و C أعداد حقيقية أكبر من الصفر وكان مجموعة مقلوبات هذه الأعداد بتساوي واحد على مجموعة هذه الأعداد فنريد إثبات أنه من بين هذه الأعداد يجب أن يكون هناك عددان كل منهما معكوصا للآخر مسألة تعلمك مهارة التعامل مع الحدود الجبرية وأيضا أقل الخطوات للتحليل هيا يا بطل قم بالتحدي وحاول حل هذه المسألة عندما يبدأ عداد الثواني وعندما تنتهي قعد تشغيل الفيديو لمشاهدة الحل إذا كان واحد على A زايد واحد على B زايد واحد على C بتساوي واحد على A زايد B زايد C فمن الطرف الأيسر يمكن توحيد المقامات فيقوم في المقام A في B في C وفي البسط B في C زايد C في A زايد A في B وهذا المقدار بيساوي واحد على A زايد B زايد C وباستخدام خواص النسب حاصل ضرب طرفي النسبة بيساوي حاصل ضرب وسطي النسبة إذن A زايد B زايد C مضروف في B في C زايد C في A زايد A في B وهذا بيساوي A في B في C من هنا يبدأ التفكير وأقل الخطوات للتبسيط لحل المسألة لن أقوم بفك الأقواز بضرب الحدود جميعها في بعضها البعض ولكن سأقوم باختصار الخطوات بضرب A زايد B في القوس الثاني ثم ضرب C في القوس الثاني فيصبح المقدار على الصورة A زايد B مضروف في B في C زايد C في A زايد A في B زايد B في C تربيع زايد C تربيع في A زايد A في B في C ناقص A في B في C وهذا بيساوي صفر وذلك بإضافة سالب A في B في C للطرفين وبالاختصار سيصبح المقدار على الصورة A زايد B مضروف في B في C زايد C في A زايد A في B زايد A زايد B مضروف في C تربيع وذلك بأخذ C تربيع عام المشترك وهذا المقدار سيصاوي الصفر وملاحظة أنه يمكن أخذ A زايد B عام المشترك إذن يصبح المقدار على الصورة A زايد B مضروف في B في C زايد C في A زايد A في B زايد C تربيع وهذا المقدار يساوي صفر ترتيب الحدود داخل القوس الكبير إذن A زايد B مضروف في داخل القوس B في C زايد C تربيع زايد C في A زايد A في B وهذا المقدار سيصاوي صفر سأقوم بأخذ C عام المشترك من الحد الأول داخل القوس وأخذ A عام المشترك من الحد الثاني داخل القوس إذن A زايد B مضروف في داخل القوس C في B زايد C زايد A في C زايد B وهذا بيساوي صفر وبأخذ B زايد C من داخل القوس عام المشترك إذن سيكون المقدار على الصورة A زايد B مضروف في B زايد C مضروف في C زايد A وهذا بيساوي صفر وبما أن حاصل ضرب ثلاثة أعداد بتساوي صفر إذن سيكون على الأقل واحد من هذه الأعداد بتساوي صفر إذن A زايد B ستساوي صفر أو B زايد C بتساوي صفر أو C زايد A بتساوي صفر ومن هنا سنصل للمطلوب لإما A ستساوي سالب B أو B ستساوي سالب C أو C بتساوي سالب A أي أن من بين هذه الأعداد يجب أن يكون هناك عددان كل منهما معكوسا للأخ أتمنى أنتم تكونوا استفادتم من المسألة واستمتعتم بالشرح متنسوش يدعمونا أنك تعملوا لايك للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا في القناة عشان أصلكم كل جديد وانتظرونا إن شاء الله في حلقات جديدة من جمجمة بلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته